اشتركوا في القناة تطبيق يعني مسألة مشاهدة اكشن مع وليد ترى متاحة طيب اليوم يفترض انه يوم هادئ يعني اليوم مفروض ان مواضيعنا نتكلم مع غرم العمري مثلا عن الاحتجاج اللي قدمه الهلال حلوة الكوبرا على فكرة اوكي نتكلم عن احتجاج الهلال على الاهلي على موضوع حمد النقاز ممكن نتكلم مع تركي الغامدي عن الشباب ونتائجه وتطور مستوى الشباب في الجولات الاخيرة يعني حتى انبراتها مع النصر الجاية تكون برات كلاسيكو ممكن اقعد مع جمال عارف اتكلم معه في موضوع الرخصة الاسيوية والوضع الانتحادي للصب وممكن اتكلم مع كابتن حمد المنتشري في موضوع الدوري ونتائج الفرق واشي اللي صاير في الدوري السعودي واللعيب اللي ابرزه بس اليوم عندنا موضوع اهم يعني انتوا شفتوا الزلزال اللي تعرض له النصر بعد خروجه من دوري ابطال اسيا هذا الزلزال مر على الاتحاد ومر على الهلال ومر على الاهلي يعني اندي كثيرة تعرضت لصدمة الخروج من دوري ابطال اسيا في بعض مراحل مشوارها النصر واضح انه هالمرة مو قادر يبلعها يعني تفاعلات ما يحدث ما بعد خروج النصر من دوري ابطال اسيا بالرغم من قوة الفريق العناصرية الانفاق التاريخي كنت تتكلم عن فريق كذا لو وزنته نصف مليار ريال ريال ينطح ريال فعشان كذا جمهور النصر كانت اماله وطموحاته مش دوري ابطال اسيا الهلال هذا ما اخذينا ما اخذينا زي سال احنا بنروح للنهائي وقاعدين نفكر احنا لما نشارك في بطولة العالم للاندية هل بنقدر نوصل سيمي فاينل بحيث ان احنا نحصل على امتياز يميزنا عن الاتحاد وعن الهلال باربع شوارع ونافذ هذا كان التصور وهذا طبيعي يصير في كل الاندية يا ما اندية تكون طموحاتها عالية وتجي في لحظة وتصير فيها صدمة صعيح النصر ما عنده فرصة للمشاركة في دوري ابطال اسيا في النسخة الجاية اللي اعتمد فيها الهلال والشباب والفيصلي والتعاون انا اتفهم كل هذه الصدمات بس ما هي قضية فريدة يعني ما انت النصر الوحيد اللي صار لك كذا اندي كثيرة صار لك كذا وتجاوزتها هنا تبرز يعني اول شيء التفاف الجمهور قوة الادارة خبرة الجهاز الاداري للعبة كرة القدم اللي قاعد يصير الان نصر مش عكس كل ما هو مطلوب ضغط كبير انه يبقوا ان يخرجوا من الموضوع الاسيوية جاءت مباراتهم الاولى مع الاتفاق الاتفاق اللي يمشي خطوة ويطيح خطوة استطاع انه اول تغيير بعد رحيل خالد العطوي يقدر يجيب الفوز على النصر في ملعبة طيب قلنا اوكي اول مباراة كان فيها هزة جاءت المباراة الثانية لعب مع مين لعب مع الفيحاء وتعادل ويعني لو كانت الامور يمكن توفق الفيحاء كممكن يتعرض للنصر لخسارة ثانية مو تقليل في الفيحاء بس النصر امكانياته كعالية المشهد اللي شفناه الان امامنا الان فيه كلام انه كابتن حسين عبدالغني يمكن يمشي امس عبدالفتاح حسيني طلع قال كلمتين قبل امس بعد مباراة الفيحاء وانتقد فيها التمييز اللي يصير تجاه اللاعبين السعودين على كلام الكابتن عبدالفتاح داخل نادي النصر وانه هذا التمييز دايما تجاه اللاعبين السعودين وان النصر يجاملون اللاعبين الاجانب طيب ما في شك ان الصبغة الرئيسية لنادي النصر يلاعبين الاجانب طيب تجي تشوف تاليسكا عاد رد عليه تاليسكا طلع امس بتغريدات انا ما انا عارف اول حاجة هذا كيف عارف الكلام ذا من ترجم له اياه هذا اللي ترجم له الكلام ما سوى خير يعني وله نصراوي اذا كان نصراوي فما هو نيس نصراوي مخلص رد عليه تاليسكا على العبدالفتاح عسيري قال اذا ردت اللعب لمدة تسعين دقيقة فعليك ان تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي ولا تتظاهر بالاصابات حتى لا تلعب بعض المباريات لان النادي يمر بلحظة سيئة يا لطيف اجي التهامات هذه كلها احترمنا نحن الاجانب الذين نعمل هنا يوما بعد يوم لإعطاء هذا النادي الافضل يعني هذه التغريدة الاولى كان لتاليسكا طبعا بعدها بساعة فجأة التغريدات اختفت طيب وفي ناس قالوا لا هذا محساب عم يمسلي متابعة ما تترقع ما تترقع والله انا ليس في قلبي شناتها عشان لا يجي بعض الاخوان المحرضين لما تجي تقول كلمتين طيبة عن النصر قال لك لا هذا يتشمت أنا ما تشمت بس يجب ان النصر يركز كاملا جمهورا وادارة وشرفيين على نادي النصر ما عد عندك قدرة تقطق ولا تركز ولا تتلفت على منافسينك انسى هلال انسى التحاد ركز على مبارياتك في دوري الامير محمد بن سلمان حتى تراضي جمهورك لان صدمتهم في ملعب مرسول بارك ما رح يراضيهم فيها الا بطولة الدوري السالفة طويلة ها قلنا نروح الفاصل نبدأ بالعناوين وبعدين نتكلم